يسعد أوقاتكم أحبائي وأهلا وسهلا فيكم بتنوروا قناتي من أي مكان عبتتابعوني فيه وبرحب بكل مشترك جديد نضم للقناة بعد ما مولنا التوم وحطيناه بالشمس حتى نشفت حبات التوم تماما لازم نعرف كيف رح نحفظه طوال السنة دون ما يخرب أو تفضح حبات التوم فعجبت لكم اليومي عدة طرق من أفضل طرق لأنه ممكن نحفظ التوم اللي يظل معانا أطول فترة ممكنة وتابعوا معي الفيديو أحبائي للأخير حتى نشوفها الطرق هاي وإذا أول مرة بتشوفوا القناة لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة عندي أنا هلأ هدول التوم بعد ما أطعتهم هيك من الساقة تبعيتون رح أشر هيك التوم هيك من الأشر الخارجية منهم هايك بها الشكل هاد يعني بدي شيل للطبقات الخارجية وبدي اتخلص من هاد العود اللي بنونتصف رح أنزع بها الشكل هاد وهو يعني بنشال معاي بسهولة لأنه هو يبس يابس وأصبح جاف فبشرة بحسن شيله وكمان رازم اتخلص من هالقسم هاد العلوي ومن الأتربة اللي بتكون عالقة فيه أنا يعني بدي حاول إنه مثل هيك أعمله نظفه للتوم اللي عندي ويصير شكله يعني وحجمه مناسب هيك صار عندي هيك رأس التوم جاهز للتخزين وبتابع لندي الأطاع الباقية هلا أنا هاد القسم ليش عمشي له هاد العود اللي بنونتصف لأنه هو إذا بقي هو اللي رح ينقل البكتيريا لداخل رأس التوم ورح يخرب من الداخل فلازم تخلص منه قدر الإمكان مثل ما شفنا به الشكل هاد هلا هيك صارت عندي التوم شوف كيف صار قد فرق عن الأول صار أخذ حجم أقل وتخلصت من أي زوائد كانت عليه وصار شكله كتير حلو ها هي أول طريقة هلا لتخزينه هي أنه نحطه بالمطبخ بس بمكان بعيد عن أي حرارة مثلا بأكياس الشبك أو بالبوكس المخصص للتوم والبصل نحط فيه بس يكون بعيد عن أي مصدر حراري فبيضل عندي لفترة كتير طويلة وبصير بأخذ منه كل ما بدي هلا إلى الطريقة الثانية أنا رح أفرط حبات التوم بهالشكل هاد ها هيك بيعني صارت عندي مثل إنه صارت الحبات مفصلت وصارت هيك مضيفة ما عاد عليها أي شيء وحتى تخلصنا من العودة الداخلية تماماً وبتخلص من القشور كمان اللي عليها بفرط هيك قسم من اللي بدي يحطون بمطربان بشاهز هيك مطربان صغير هذا رح أحطه بالبراد بحتفظ فيه بباب البراد هذا للاستخدام اليومي يعني هيك أنا ضمنت إنه نحط التوم عندي بمكان بارد فما رح يخرب أبداً وكل ما بدي استخدام يومي باخد قسم البدية وبسكر المطربان يعني هاد بيضل عندي بمدة أسابيع بالبراد للا حتى يخلص عندي المطربان هيك بيعبيه للأخير وبحط له الغطاء أنا طبعاً هون هاد دولي للطرق هيا ما عم بأشير التوم عم بحتفظ فيه يعني بدون تقشير هذا هيك اللي بحطه صار جاهز للبراد أنا عندي عملت عاملة فيديوهين بالتوم العادي والتوم الأخضر فيديوهات سابقة رح أحط لكم الروابط طبعيتهم بصندوق الوصف هلا هي الطريقة الثالثة أنه بعد كمان مع فرط حبات التوم رح أحطهم بأناني وهدولي بدي أحطهم بالفريزر هيدول بيضلوا عندي لمدة عام وأكتر لأنهم طبعاً بالفريزر رح يتجمدوا مباشرة ويصيروا وقت البدية بطالع القسم البدية كمان ومباشرة بس نتابوا وبحسين إنه أشروا وكل سهولة وهرسوا واستخدموا هيك هلا صارت عندي هيك مثل هالأنينة بحطها بالفريزر كما شايفين هي يعني هي أفضل لطرق لحفظ اللاتوم بدون تأشير هيا صار عندي ثلاث طرق بدون فريزر ببراد بفريزر فالبتناسبكم ممكن إنه تستخدموها وكثير طرق ناجحة ومضمونة وإذا أعجبكم هالفيديو بتمنى تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وشكراً للمتابعة اشتركوا في القناة